النهاردة عندنا أخبار كتير جدا متنوعة سواء عن النادي الأهلي هيكون معنا كواليس الميران في النادي الأهلي ومقار النادي الأهلي بالجزيرة حقيقة أخبار متنوعة كثيرة جدا بتختلف ما بين النادي الأهلي وما بين منتخب الشباب المنتخب كمان الوطني والمنتخب الأولمبي وعندنا أيضا كلام كتير بذكر طبعا منتخبنا الوطني هيكون كلام كتير عن بطولة كأس العاصمة الإدارية لكرة القدم اللي تم إطلاق النسخة الأولى منها السنة دي من شاركة منتخبنا الوطني وأيضا منتخبات نيوزيلندا وتونس وكرواتيا حقيقة بكرة هيكون ماتش الفاينل وختام هذه البطولة وهيكون كمان في حفل ختام هيحيي طبعا النجم تامر حسني هتكون مباراة الختام بين مصر وكرواتيا بكرة ومن كام يوم الحقيقة زي ما احنا طبعا تابعنا مع حضراتكم كان أول ماتش في البطولة ما بين مصر ومنتخب نيوزيلندا والانتهى طبعا بفوز منتخب مصر بهدف نظيف الحقيقة كانت مباراة مهمة ومرتقبة لأنها كانت أول ظهور ودي للفرعنة تحت القيادة الفنية الجديدة تحت قيادة حسام حسن اللي تولى المهمة خلفا طبعا للبرتغالي روي فيتوريا كمان خلينا نقول أن من ضمن اللقطات الحلوة في هذه البطولة أو على هامش هذه البطولة كانت زيارة طبعا لعابي منتخب كرواتيا بقيادة نجم ريال مدريد المخضر مالوكا مودريتش لمنطقة الأهرامات هيا شفنا انتشرت صور تذكرية ليهم كانت بمثابة أفضل ترويج للسياحة المصرية شفنا كمان أن لوكا مودريتش يمكن نشر الصورة دي ونشر فيديوهات دي على حسابه الرسمي على انستجرام يمكن بيتابعوا أكتر من 35 مليون متابع من مختلف الدول سواء الأوروبية أو العربية أكبر ترويج للسياحة دايما لما بنتكلم عن هذه البطولات وعن استضافة مصر لهادي البطولات دي بتكون الهدف منها اللقطات اللي احنا شايفينها قدام حضراتكم دي دا بيكون الهدف منها فكرة أنه لوكا مودريتش واحد من أشهر نجوم الكرة في العالم مع عدد من نجوم منتخب كرواتيا شايفينهم موجودين أمام سفح الأهرامات الكومنت بتاعته كمان وسواء كومنت كل الفولورز بتاعه هو قال أنه هو أكسبورينج إيجبت أو بيكتشف مصر وواحد من عجاب الدنيا السابعة وهي الأهرامات الثلاثة دا أكيد ترويج للسياحة ودي كانت هدف من أهداف البطولة أنها تكون على أرض مصر طبعا زي ما انت شفت يا كريم أكيد حاجة محترمة جدا وده الهدف منها